وليعلم أيها الإخوة والأخوات أن دخول الجنة على نوعين دخول بلا حساب ولا عذاب وهذا في حق من كمل إيمانهم وصلحة أعمالهم وبلغوا درجة الإحسان وكمل في قلوبهم الإيمان فأتوا بالأعمال الموجبة لدخول الجنة من غير حساب ولا عذاب كما جاء في حديث من عباس فالسبعين ألفا الذين يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب قال في بيانهم صلى الله عليه وسلم عليه هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فجمعوا هذه الأعمال الموجبة لدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب وقد يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب بسؤال الله عز وجل ودعائه فإن عكاش بن محصن سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله له أن يكون منهم أي ممن يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب فينبغي أن يحرص المؤمن على أن يكون من هؤلاء هذا القسم الأول ممن يدخل الجنة وهم من يدخلها بغير حساب ولا عذاب عذاب شكرا